اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو أنيرجيز على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحيق الشركات الاستراتيجية مع أبرز الشركاء العالميين في مختلف القطاعات وأكد سموه على أهمية الشركات بما لها من دور يسهم في رفض الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال حفل إعلان بابكو أنيرجيز عن استحواذ شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم عن حصة أقلية في شركة خط أنبيب السعودية والبحرين في أول عمليات تسييل أصول لبابكو أنيرجيز حيث شارك في الحفل عبر الاتصال المرئي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو أنيرجيز بجانب سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وأزير النفط والبيئة المبعوثي الخاص لشؤون المناخ والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو أنيرجيز وممثلين عن شركة بلاك روك يتقدمهم السيد إيد ويتنرز رئيس قطاع البنية التحتية المتنوعة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنية التحتية المتنوعة في بلاك روك ويزيد المبارك العضو المنتذب لشركة بلاك روك الشرق الأوسط وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الاستثمار والشراكة الاستراتيجية مع شركة بلاك يعكسان مدى جاذبية مملكة البحرين ونموذج بابكو أنيرجيز المبتكر في إدارة أصولها وعملياتها وذلك وفق خطط وبرامج تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين تماشيا مع الجهود الوطنية لضمان أمن الطاقة هذا وتمتلك شركة خط أنابيب السعودية والبحرين جزءا من المشروع الذي يبلغ طوله مائة واثني عشر كيلو متر ويزود النفط الخام من المملكة العربية السعودية عبر شركة الزيت العربية السعودية رامكو إلى مملكة البحرين عبر شركة بابكو للتكرير وبمجب هذه الشركة ستمتلك بلاك روك حصة أقلية من الأسهم في رأس مال الشركة كما سيتم توفير عائدات الصفقة لشركة بابكو أنيرجيز لتوسيع أعمالها والدفع نحو تحديث عملياتهم لدعم برامج خفض وإزالة الكربون من جانبه قال السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو أنيرجيز إن الشركة تطلع نحو تنفيذ حزم من المشاريع والمبادرات في إطار السعي لتحقيق أقصى قيمة عبر محفظة الشركة الاستثمارية هذا وعرب السيد إيد وينتنر رئيس قطاع البنية التحتية المتنوعة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمنية التحتية المتنوعة في بلاك روك عن سعادته بإطلاق الشراكة الاستراتيجية مع بابكو أنيرجيز عبر منح مستثمرين الشركة المشاركة في أصول البنية التحتية وتحديثها وفق رؤية مستدامة تخدم جهود خفض وإزالة الكربون كما أوضح يزيد لمبارك العوض المنتدب ورئيس قسم أعمال العملاء في الشرق الأوسط أن شركة بلاك روك تركز على تحديد الفرص التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والاستثمار فيها ترجمة نانسي قنقر